خلينا نروح لماشي هنروح للسلاح لبعد كده عندنا وقت طيب ناخد الخبرين اللي موجودين والحقيقة نقدر ان شاء الله ان احنا نقولهم فيه سريعا عندنا طبعا اتحاد السباحة او السباحة المصرية عندنا خبر جيد وهو لوجينة عبدالله تتأهل الولمبياد باريس 20-24 في السباحة عن طريق مقعد افريقيا طبعا لوجينة عندها 19 سنة واعلن المهندس ياسر ادريس رئيس الاتحاد تأهل طبعا لوجينة لمسابقات او منافسات 200 متر حرة في دورة الالعاب الولمبية اللي جاية واللي هتكون في العاصمة الفرنسية باريس من 26 يوليو حتى 11 اغسطس لوجينة هتشارك في الولمبياد عن طريق مقعد الافريقيا اللي حصلت عليه الاول مرة في تاريخها وده تكرار للي كان حصل مع السباحة التاريخية فريدة عصمان وللأسف مش هتشارك في الولمبياد في سباح 100 متر فراشة بسبب فارق 2 من 100 في السنية السباحة دي ملهاش كبير لوجينة سباحة نادي الصيد وعندها 19 سنة زي ما قلت لحضراتكم من اللعبات المميزات فازت بجائزة افضل سباحة في بطولة افريقيا واللي كانت تلعبت في انجولا في شهر 5 اللي فات وبكده يكون اتأهل من مصر في السباحة مروان الاماش ولوجينة عبدالله في السباحة القصيرة ومعه منتخب السباحة التوقعية ورباعي منتخب الغطس والصورة اللي فاتت دي ملوجيني مع المهندسات ايدريس رئيس اللجنة الامبال المصرية او القائم بعمل اللجنة الامبال المصرية ورئيس اتحاد السباحة